السلام عليكم ازايكم؟ اخبار جديدة واخبار مهمة جدا وارحيا الاخبار اللي معنا النهاردة خطيرة للغاية ليه؟ خلي بيالك الهدف بتاع القناة هنا ان حلقة تعرف اخبار ما بتتقلش في وسائل اعلام او اخبار فيها نوع من انواع الحصرية شوي تبقى عارف اللي بيدور في البلاد اللي حلقة مهتمة ان انت تعرف اخبارها من كام يوم جيت قلت لحلقة ان روسيا هتعلن التعبئة من جديد للقواب بتاعتها وجيت قلت لحلقة خلي بيالك الموضوع ده وصلنا من حد جوا روسيا يعني واحد محلل جوا روسيا قال ان بيتم العمل حاليا على استدعاء قوات جديدة من القوات الروسية ليه الخبر ده مهم؟ لان بوتين طلع اكتر من مرة وقال ان هو مش هيستدعي جنود جداد النهاردة معنا اخبار مهمة للغاية ان بوتين بالفعل امر باستدعاء جنود جداد مش بس كده في دولة مستعدة تدعم روسيا بجنود مش بزخيرة فقط لا بجنود يبعثوا قوات خاصة للروس برضو مش بس كده طلع رئيس المجر وقالع فكرة النيتو مستعد يبعث قوات حفظ السلام لاوكرانيا وقوات حفظ السلام دي هتعمل شغل عالي قوي 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 ايه قوات حفظ السلام دي؟ ويعني ايه النيتو يبعث قوات حفظ السلام لاوكرانيا في ظل ان اوكرانيا بتحارب روسيا موضوع خطير جدا الاكتر من كده والخبر الهام للغاية ان في دولة من دول النيتو حشدت 300000 جندي على حدود روسيا عن فكرة الاخبار اللي بقول لحضراتك دي لسه هتسمعها في وسائل اعلام ايه اللي بيحصل في الحرب بالضبط؟ وهل الحرب متجهة للحرب العالمية؟ ولا لا خاصة بعدما روسيا وسلطات الروسية عبضت على مراسل صحيفة وول سريت جونر وابضت عليه متلبس ريد هاندت زي بيقوله فهل امريكا تصعد ضد روسيا؟ ولا لا هي اخبار اهمة للغاية وتفاصيلها على فكرة مشوكة جدا وبرغم ان في ناس فقدت الاهتمام بحرب روسيا اوكرانيا وزهقت نوعا ما بس اخبار روسيا اوكرانيا فيها نوع من انواع التشويق شوية تحس كده كل يوم في جديد وفي تطورات خطيرة جدا بس عشان اكشف لك عنها وقول لك تفاصيلها لازم اقول لك قصة من الاول وقع رئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي ببدء عمليات التجنيد الاجباري للمواطنين اعتبارا من الربيع القادم قالت الولايات المتحدة انها تمتلك معلومات جديدة تشيروا الى ان روسيا تسعى بنشاط الفصول على اسلحات اضافية من كوريا الشمالية في مقابل مساعدات غذائية انه لا توجد حاجة لقوات حفظ السلام الخارجية الروسية قالت الاعتقال المرأس المرتبط بالتجسس مشيرة الى ان مكان يفعله ليس له علاقة بالصحابة قبل اخصف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا كالعادة وهو باترهاوس الحقيقة باترهاوس موجودين عند مدينة الجلالة مدينة من الجيل الرابع بليها مستقبل باهر مدينة دي بالفعل شكالها واعز اقول لحرك انها كاملة تماما جاهز على السكن كمان مدينة دي موجود فيها منتجة اسمه فيدالة تابع لباترهاوس منتجة ده مميز جدا على الارتفاع 750 فوق سطح البحر هي منتجة مبني على مساحة 18% فقط فقط من 56 فدالة وهتلاقي بقى المساحات بقى موجود فيها خدمات يعني بحرات حمامات سباحة خدمات بيوتي سنتر جولف واي فاي سنتر دراي كلين بص كل الخدمات موجودة هناك في منتجة فيدالة واحسن حاجة موجودة في المنتجة ده ان هو اصلا مبني والحقيقة العرض اللي معنا النهاردة بيستو بقى ان احنا بنتكلم مع الفلات عندهم فلات مميزة جدا كاملة تشطيب وعلى الطراز العربي الاسباني وهناك برضو فيه شريهات لو حد عاوز وحدات اصغر كمان والشريهات دي ممكن تبدأ من 65 متر فيما فوق وعندك بقى كل المسيحات متوفرة الجديد اللي معنا النهاردة ان بمناسبة شهر رمضان باترهاوس مدتلك عرض 25% طول الشهر اللي هو ايه اللي هو ان انت ممكن تدفع 25% مقدم وتاخد خصم 25% على جميع الابساط اللي عليك في فترة السادات هتوصل لحد 5 سنين اهم حاجة عاوز طمانك عليها ان منتجع نسبة البناء فيه وصلت 70% ولو عاوز تبص على وحداتك بنفسك الشركة هتوفرلك تسكيلة طيران مجانية عشان تيجي وتبص وتعاين واحداتك بالفعل بنص حضراتك منتجع فيدالة وشركة باترهاوس المضمونة جدا واللي تاريخها معروف وحسيب لي حضراتك للرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم خص في الموضوع على طول ايه الجديد اللي معنا عرب ده الحقيقة هنبتدي بمقالة بتاعة صحيفة نيويورك تايمز صحيفة نيويورك تايمز نزلها بمقالة رأي تقولك هما ليه الروس عاوزين يحربوا لحد دلوقتي ومستمرين في الحرب دي وبيقفوش برغم ان اوكرانيا اصبحت اكبر مخزن لزخيرة الغربية في العالم يعني خلي بالك الجيش الاوكراني ده وصلوا كمية زخائر غير طبيعية كمية اسلحة غير طبيعية من دول نيتو برغم كده الروس عاوزين يحربوا برضو ومستمرين في اهدافهم طب انا عاوز اقولك حاجة تعرف رمضان قدريوف النهاردة طالع يقولك انا بتفقد كوات اللي هتروح كييف كييف ايه انت لسه بتحارف الشرق اوكرانيا قالك لا انا بشوف الكوات وبتفقدها كده كوات دي لسه هتدخل كييف كييف دي العاصمة بتاعت اوكرانيا والحرب لسه بتدور في الشرق موضوع غريب فصحيفة نيورك تايمز تسأل منين الروس متحمسين اوي لاستكمال الحرب دي برغم الخسارة البشعة اللي موجودة عندهم انت بتتكلم ان الغرب بقى اعلن ان الخسارة الروسية في حدود 200 الف مقادر بين مصاب و قتيل واوكرانيا طبعا من بيعلنوش بس هي اكيد اكتر من كده بكتير بس الراجل بيسأل والحقيقة هو بيجاوب بيقولك خلي بالك الجندي الروسي لما بيتم استدعائه للحرب دي بيبقى موضوع مادي ومعناوي ومجتمعي ليه؟ خلي بالك الجندي الروسي مرتب وهو ما بيشاركش في القتال بياخد في الشهر 545 دولار في الشهر الواحد طب لما بيخش المعركة بياخد كام 2500 دولار فده الجندي اللي بيقاتل طب لو مصاب بياخد 39000 دولار طب لو اتقتل 65000 دولار الارقام دي والمبالغ دي لو انت بتتكلم ان في 15 مليون فقير في روسيا دي هتحفز فقرة كتير لانضمام للجيش ويسيبك بس ان اول ما طلع عمر التعبئة السنة اللي فاتت فيه روس كتيرة هاجروا ومشيوا ساوي البلد بس دول من اصحاب الطبقات المتوسطة والغانية الطبقة الفقيرة ممكن يكونوا متحمسين نوعا ما لمشاركة في الحرب تاني حاجة خلي بالك ان الروس لما بيشاركوا في الحرب دي هما بيشاركوا لان هما وصلوا لهم او بلعوا او شربوا يعني الفكر بتاع بوتين وان احنا مش بنحارب اوكرانيا لا احنا بنحارب غرب اللي بيحاول يعتدي على اراضينا وكل اللي احنا بنعمله ان احنا بندافع عن نفسنا فده الدفاع عن حدود روسيا مش اعتداء على دولة تاني فعشان كده الجنود الروس متحمسين جدا لمشاركة في الحرب اما السبب التالت ان هو بيستعيدوا امجاد اجدادهم يعني بيقولك بقى اجدادي كانوا بيحالبوا الغرب والنازيين ده انسى وقت ان انا خش اضرب الدبابة والدبابة اليوبارد الالمانية او اقسرهم واخد فلوس كتير واستعيد امجاد اجدادي خاصة ان حصلت كام حادثة كده خلت نوع من انواع البطولات بيتم تاروجها في روسيا دلوقتي زي مثلا حادثة اسقاط المسايرة الامريكية زي مثلا حوادث ضرب الجنود الاوكرانيين بص في اعمال بطولية بيسوق اليها الجيش الروسي وبيعملها تسويق كبير جدا في التلفزيون بتاعه عشان اوامر الاستدعاء الجديدة طيب هل روسيا تستدعي جنود جدد ولا لا بص انا من كام يوم كنت نزلت على الكميونيوتي احنا عارفنا خبر مهم جدا من روسيا انه بيتم العمل على استدعاء جنود جدد صح وكت كلمت عن الموضوع ده اكتر مرة ان اوامر الاستدعاء الجديدة مش هتطلع فقط من الجيش الروسي لا دي هتطلع عن طريق شركات خاصة فاجنر هتستدعي كوات اسبانيول دي اللي هي الفرقة الجديدة اللي زي فاجنر اللي بيتم تأسسها هتستدعي كوات الفرقة الثالثة برضو اللي بيأسسوها او ميليشيا الثالثة اللي بيأسسوها برضو هتستدعي كوات فانت بتتكلم ان امر الاستدعاء المرادي هو مش كله امر تكليف او امر تجنيب رسمي من الحكومة لا شركات خاصة بتعبقها كمان وانا وريت الحاجات اكثر من مرة وان فاجنر دي بتنشر مكاتبها في كل انحاء روسيا عملت جند جنود جدد وبيستدعوا الناس اللي في الجيم وبيطلعوا سجناء جدد فدي اوامر استدعاء بس رسميا قتل النهاردة طلع رسميا قالك على فكرة انا هستدعي 147 الف جندي جداد من واحد ابريلي لحد 10 مايو قالك كده انا هستدعي كوات جدد 147 الف جندي بناء عليه سيتم تجنيد المواطنين الروس الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 17 عاما في المقابل سيسرح الجنود الذين انتهت مدة خدمتهم ويحتفظ الجيش بهم حتى الان طيب تيجي تقول لي طيب ما العدد ده مش كبير لأ ضموا بقى على العدد بتاع الكوات الخاصة او الشركات الخاصة هتلاقي العدد كبير جدا ده ممكن يقارب 200 الف ممكن يقارب كمان فوق 200 الف طيب هتيجي تقول لي طب الناس دي هتجيب زخيرة من ايه ده انت كنت بتتكلم ان قائد ميليشيات فاجنر اللي هو يفغيني بريجوجين طلع في فيديو خاص انتقد الجيش الروسي وقال ما بيبعدلناش زخيرة احنا فين زخيرة بتاعتنا طب لما انت تستدعي جنود جدد وتدخلهم الحرب دي هتجيب لهم زخيرة من ايه اسمع بقى يقول لك ان قائد الجيش الروسي راح زار الجبهة داخل اوكرانيا والموضوع ده اهم جدا لان خلي بالك امريكا ده القادة الروس مكانوش بيحبوا يزوروا الجبهة لان الكوات الامريكية والمخابرات الامريكية كانت بترصدهم وبتنقل اخبار تحركاتهم للجيش الاوكراني عشان يختلوه يعرفوا مثلا فيه قائد كبير جاي يزور الجبهة او يزور الخطوط الاوامية لكوات الروسية الامريكان ييدوا الاحداثيات بتاعت عربيته او طيارته بحيث الكوات الاوكرانية تسقط الطيارة او تدمر العربية فكانوا بيختالوا قادة كتار جدا العدد فاق 15 قائد روسي تم اختيارهم بداية الحرب فالكادة الروس جات لهم فترة كده ما كانوش بيطلعوا الخطوط الاوامية دلوقتي تتكلم وزير الدفاع نفسه زار الخطوط الاوامية لكوات الروسية في اوكرانيا هو ما خافش وما قلقش من عملية اختياره معنى كده الروس تغلبوا على عملية تسريب المعلمات او تسريب تحركات القادة الروس ودي حاجة مهمة وانا مش بكلمك على قائد الكوات الروسية في اوكرانيا لأ انا بروح لك وزير الدفاع نفسه سيرجي شويغو راح وقام زاير الخطوط الاوامية وقام قايل على الجنود الروس ان هو ما يقلقوش من حت التوافر الزخيرة احنا هنبعد الزخيرة كلها وان المصانع الروسية بتقدي عمل بطولي وبينتجوا انتاج كبير جدا ودخلنا الانتاج الحربي عشان نبعد دبابات وزخيرة وحنوفر كل انواع الزخيرة للبنود الروس تم تحديد حجم امدادات الزخيرة التي نحتاج اليها يتم اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة انتاجها ونظرا لتوسيع القدرات الانتاجية وزيادة العمل فقد زادت الكميات التي يتم انتاجها لدعم القوات نحن نتحدث عن كل انواع الاسلحة العادية وعالية الدقة الحقيقة الموضوع ده ما تشتلهوش قوي يعني خلي بالك مش من يوم وليلا كده وزير الدفاع يطلع يقولك انا حابعت زخيرة لا ما تجيش طب وانت كنت فيم بداية الحرب اكيد في حاجة حصلت الحقيقة اللي حصلت كشفت حانها صحيفة نيويورك تايمز ونقلت منها بوليتيكو وبوليتيكو هي الاوقع شوية لان هي فصرت اللي عاوزة تقوله نيويورك تايمز بس طريقة ضك شوية قايت لك ايه؟ قايت لك خلي بالك روسيا راحت لكوريا الشمالية تاني وقايت لهم احنا عاوزين كميات ضخمة جدا من الزخيرة بتاعكم ماشي؟ وهنا بيتكلموا على سواريخ ومعدات وقنابل واللي انت عاوزين عاوزين كمية زخيرة من كوريا الشمالية كبيرة للغاية جير ايه شو احنا قبل كده استلموهم كوريا الشمالية طيب ايه المقابل طعام روسيا هتنقل طعام لكوريا الشمالية وتاخد زخيرة بكميات كبيرة خلي بالك هم قالوا نفس الطلب لايران عاوزين كميات من المسايرات ضخمة جدا ومن السواريخ ضخمة جدا فانت هنا بتتكلم ان الدولتين اللي بيتعاموا روسيا جاتلهم طلبات للتزود بالزخيرة بس كميات اضخم من السابق صحيح طلع اكتر من مرة ان في نقص زخيرة بس لحد ما انا بكلم حضرتك روسيا بتطلق ضعف القذاف المدفعية بتطلقها اوكرانيا وبرغم كده عاوزين زخيرة اكتر خاص؟ طيب المفاجأة مش هنا المفاجأة بحاجة تانية خاص ايه هي؟ المفاجأة ان كوريا الشمالية على حسب صحيفة اسمها يورو ايجيا قابت لا احنا ممكن ما نقلش زخيرة فقط احنا ممكن نبعتلكم خمسمائة الف جندي عشان احنا بنتعرض لاستفزاز من كبر كوريا الجنوبية وكام ده كله ممكن نبعتلكم خمسمائة الف جندي احنا خبر ده برضو ممكن ما يكونش قوي بس لازم تعرفه يورو ايجيا جايبة خبر ده منين من مراسل روسي في كوريا الشمالية قال لهم الكلام ده قال لهم زعين في كوريا الشمالية وجيش كوريا الشمالية مستعد يبعت خمسمائة الف جندي لمحاربة اوكرانيا ومحاربة الغرب مع الروس عشان يتغلبوا على تهديدات الغربية وعرب منصق مجلس الامن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض جون كيربي اعلن عن خشية بلاده بتقديم كوريا الشمالية مزيدا من الدعم للعمليات العسكرية الروسية ضد اوكرانيا معتبرا ان اي صفقة او صفقة اسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا ستشكل انتهاكا لمجموعة من قرارات مجلس الامن خبر زي ده انا بقوله حالك مش قوي قوي ما صدقوش قوي بس خد بالك بالنقطة مهمة جدا لو الصين عاز تدعم روسيا مش تتدعمها بشكل مباشر هتتدعمها عن طريق كوريا الشمالية ليه اتكاتب نفسه في المقالة بيرك هاللي بقى لك امر زي ده سواء بقى كوريا الشمالية عاز تبعت معدات او تبعت جنود لازم ترجع للصين خلاص لان هو هي اللي بتحكم في كوريا الشمالية فالصين لو وفقت وهنا احنا بنتكلم علشو احنا ضخمة هيبقى ده اول دعم جير مباشر صيني بكميات ضخمة وبجنود لروسيا خد بالك ده انا خطير جدا الصين هتبتقي تدعم روسيا ومن جيره عقوبات يا باشر احنا كل بنعمله بنبعت جنود من كوريا الشمالية احنا ملنا كصين بناش دعم احنا في السليم فده خبر هام للغاية كوريا الشمالية ممكن تبعت قواته النمع الجانب الاخر خد بالك بقى من النقطة مهمة جدا هم بيعملوا كده ليه روس دلوقتي وليه وزير الدفاع بيزور الجبهة والكان ده كله استعدادا لهجوم اوكرانيا مضاد ان اوكرانيا هتعمل هجوم مضاد كبير جدا فروسيا بتعزز الزخير بتاعتها وبتجهز الجيش بتاعها وحتى ممكن تستدعي جنود بن كوريا الشمالية لو عاوزين يعني استعدادا لهجوم اوكرانيا مضاد اللي هم بيجهزوا ليه هل اوكرانيا تعرف تقوم بهجوم مضاد ده زيلنسكي نفسه طلع اقلا مش عارف فازاي بقى اوكرانيا تطلع تقولك انا حامل هجوم مضاد بص انا جيت قلت حولك ان حتة زيلنسكي بيقول مش عارف هقوم بهجوم مضاد هو نوع من انواع الخداع الاستراتيجي ونوع عاوز ينايه من روس ده اولا تاني حاجة ممكن اوكرانيا فعلا تعمل هجوم مضاد وفقا لخبر اللي نزل النهاردة ايه خبر اللي نزل النهاردة خبر اللي نزل النهاردة اللي الادارة الامريكية هتبعت 2 مليار و 600 مليون دولار اسلحة لاوكرانيا خد بالك بس من الرقم 2 مليار و 600 مليون دولار في مارس الماضي امريكا بعدتش العدد ده والرقم الضخم ده فوفق مسؤولين امريكيين من المتوقع الاعلان بحلول الاثنين المقبل عن دعم عسكري امريكي جديد بقيمة نحو مليارين و 600 مليون دولار قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضاد للدبابات وشاحنات لنقل الوقود طيب هل الجزء الجديد من المعاونة ده عادي لا مش عادي تمام ليه؟ اولا المبالغ دي او المساعدات العسكرية اللي امريكا هتعلن عنها يوم لتنين دي الكونغرس موافقش عليها ده الرو دون اثورتي او بريزيدنشل درو دون اثورتي اللي هو الرئيس الامريكي بيسحب من المخازن وفقا لسلطته فتنين مليار و 600 مليون دولار وحيروحوا ايه بقى؟ زخيرة مدفعية؟ زخيرة التربابات؟ زخيرة التيران موجه بشكل دقيق جدا اللي هي القنابل الجاي دعم دي واهم حاجة بقى مركبات انقاذ ومركبات لعبور الانهار ومركبات هجومية كمان امريكا تدعم اوكرانيا باسلحة هجومية عشان تشجعها انها تقوم بالهجوم مضاب بتاعها لان زيلنسكي تلاقي اعلى انا مش هعرف عشان ما عنديش اسلحة فامريكا تبعت له 2 مليار و 600 طيب نيويوك نامس وبلتكو واكتر من صحيفة ركزت على المساعدات دي ولا ده تطور خطير في الحرب امريكا بتعيد تاني او بترفع تاني من مساعدتها لأوكرانيا بس انا اهم سؤال كان عندي هي امريكا بعت تقديه اسلحة لأوكرانيا عشان بس ابقى عارف بص انا جيت قلت لحضرتك ان غير الرسمي او السري امريكا ممكن تكون دعمت اوكرانيا باكتر من 200 مليار دولار وده مش كلامي ده كان خطاب موجه من نائب في الكونغرس لالبيت لاب يقدر قالهم كفاية اكتر من 200 مليار دولار انتو قوزين ايه صح؟ بس مفيش اي اثبات على حاجة زي كده كل الصحف النهاردة بتقولك امريكا مساعدات العسكرية بتاعتها لأوكرانيا 30 مليار دولار ماشي؟ وبعتت مساعدات اقتصادية ب70 مليار دولار فانت كده بتتكلم على 100 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا صح؟ كل الصحف قالت الرقمين دول 30 مليار مساعدات العسكرية و70 مليار مساعدات اقتصادية بس بي بي سي قالت لأ ده اللي تم ارساله 46 مليار دولار مساعدات عسكرية وهنا هم بيدوموا الـ 2 مليار و 600 دولار قالك 46 مليار دولار مساعدات عسكرية وحطلك رأف قالك تاني دولة بتدعم اوكرانيا بخمسة مليار دولار اللي هي بريطانيا امريكا بعدد 46 تريد واشنطن لهجوم الربيع المضاد ان يغير موازين القوى على نحو حاسم وترصد لذلك مليارات اخرى ومع ذلك فانها تستبعد وفق رئيس هيئة الاركان المشتركة للبنتاجون مارك ميلي ان تتمكن اوكرانيا من طرد القوات الروسية من اراضيها في اي وقت قريب من العام الجاري فالهدف ايه من اللي انا عوز اقوله خلي بالك حتة المساعدات العسكرية لأوكرانيا محدش عارفها بالضبط الامريكية بالزاد محدش عارف ومحدش بيعلم بشكل دقيق خالص لا امريكا بتعلم بشكل دقيق ولا حد بيعلم كل واحد بيعمل جراف بتاعه سواء بي بي سي سواء نيويورك تامس بس محدش قادر يحط ييده بالضبط كمل مساعدات العسكرية الامريكية لأوكرانيا بالضبط بشكل دقيق سياك برضو بتصريحات جري رسمية لا لا بشكل دقيق لانها بيبقى نوع من انواع الاستفزاز للشعب الامريكي ليه كان من المساعدات دي تعال عندنا مشاكل مالية فامريكا بتصعد ضد الروس ماشي بس النقطة اللي هنا بتقف عندها حاجة مهمة جدا ان المساعدات الامريكية دي جاية مع وصول الدبابات ليوبارد والشالنجر مع موافقة الدول الاروبية على انها هتدعم اوكرانيا بمليون قذيفة مدفع للجانب الاوكرانيا لا لا كلام خطير جدا طيب تخش بقى على خبر صادم دلوقتي طلع رئيس وزراء المجر كان قاعد في الراديو كده وقم اجل تصريح وطخ تصريح خطير جدا قال على فكرة انا خايف ان احنا نبتدي نناقش ونتشاور حوالي ارسال قوات حفظ سلام من الناتو لأوكرانيا خلي بقى لحضراتك انا بكلم حضراتك على رئيس وزراء المجر انا مش بكلمك على محلل قاعد على القهوة وعمالي حل الحرب انا بقول له حالك ده رئيس وزراء المجر رئيس وزراء المجر على فكرة المجر في الناتو يعني ده مش قاعد برا الناتو ده في الناتو بيقولك احنا شكلنا كده حنبتدي نناقش ارسال قوات حفظ السلام لأوكرانيا يعني ايه قوات حفظ السلام يعني قوات تفرد وترائب وقف اطلاق النار في الحدود ماشي طب لو قد ضربت شكرا نحن نقترب من حقيقة انه بات من المشروع خلال محادثات القادة الاوروبيين مناقشة مسائل ما اذا كان يمكن للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ارسال قوات حفظ سلام الى اوكرانيا او من الافضل عدم ارسالها نحن نقترب من هذا الامر الذي كان يعتقد في السابق انه من غير الممكن مناقشته مين اللي علق على الخبر ده اصلا انت ممكن تريد خبر ضعيف مين اللي علق عليه مدفيدف مدفيدف رئيس روسيا السابق ونائب رئيس مجلس الامن الروسي طلع قال لو الناتو هيبعد قوات حفظ السلام ده اعلان حرب ده اولا تاني حاجة قوات حفظ السلام دي جاية من عند عدونا يعني دي مش مثلا نزلة من هنا ومن هنا عشان ترأي وقف اطلاق النار مثلا لا داخنا من الترفية قال مدير ادارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف انه لا توجد حاجة لقوات حفظ السلام بحجة ان روسيا تسيطر على الاوضاع في البلاد على حسب تعبيره انا عاوزك تشوف التصعيد راح فيه والراجل رئيس وزراء المجر قال يا جماعة احنا في الاول لما كنا بنقول حرب العالمية تالتة في بداية الحرب كانت كل الناس بتكش كل الناس بتتوتر دلوقتي كلمة الحرب العالمية التالتة بقت اقرب للواقع او قريبة جدا الموضوع بعادي كلمة الحرب العالمية التالتة دي بقت حاجة عادية فدي حاجة هامة جدا رئيس وزراء المجر بيقولك هنبعد قوات طيب بقولك ان الحرب فيها تصعيد بص فنلندا المفروض ان هي والسويد كانوا مقدمين على عضوية الناتو تركيا قالت لا لا حقبل فنلندا ولا حقبل السويد عسان بيدعموا حزب العمل الكردستاني صح السويد انتقاما من تركيا انها بتعطى العضوية بتاعتها في الناتو راحوا حرقوا المصحف قدام السفارة التركية فساعتها تركيا قالت لك ايه احنا عبرنا ما حنوافق على السويد دي تنضم الناتو ابدا طب فنلندا ماشي قالك هاد فنلندا وعفكرة تركيا وفقت على فنلندا وفقا بدغوط امريكية ومفوضات امريكية انهم حيدوا طيرات F-16 لتركيا بعدات كبيرة ففنلندا انضمت خلاص بعد موافقة تركيا المفروض خلاص هي مسألة ايام يعني وتنضم بشكل رسمي لناتو طب انت عارف اول ما فنلندا تنضم لناتو هيعمله تعبئة ل300 ألف جندي على الحدود مع روسيا 300 ألف جندي هيوقفوه مع روسيا ويه انت هنا بتتكلم ان مش فنلندا الوحدها ظهرار الحيطة دي فنلندا بتعبر عن نيتو وقالك على فكرة لو فنلندا بعد ما انضمت لناتو اعلنت عن انها ترسل 300 ألف جندي على الحدود مع روسيا ده مش هيتم بشكل احادي ده بالتشاور مع نيتو بعدك انا احطيه طب الاكتر وعشان بس تعرف الحرب راحة فين وهي مفارقة من شكل كبير الروس خادوا رؤاسة مجلس الامن النهاردة عاياخدوا ان هما يبقوا رؤساء لمجلس الامن المجلس الامن ده مكوم من 15 عضو فيه خمس أعضاء دائمين دوله الأقوى يعني من ضمنهم امريكا وروسيا والصين دول أقوى أعضاء في مجلس الامن دائمين اللي هم عندهم الفيتو روسيا هتاخد رئاسة مجلس الامن اتقال نائبه المندوب الروسي لدى الامم المتحدة ان بلاده ستعمل كوسيط نزيخ خلال فترة رئاستها مؤكدا ان كل محاولات استفزاز بلاده محكوم عليها بالفشل ويه المشكلة ده مصيبة لما حكام الجناية الدولية يطلع عمر اعتقال لبوتين ازاي بوتين هو يرأس مجلس الامن تيجي تقولي طب موضوع ده جيز ازاي هقول لك دورها خلي بيعلك الاعضاء دول بيمشوا بالدور كل واحد ياخد رئاسة مجلس الامن بالدور ده جي دور روسيا سبحان الله بعد مام محكام الجناية الدولية اصدرت امر اعتقال على بوتين تهريج طب انا عاوز اقولك حاجة انت عارف وزير خارجية اوكرانيا تلع قال رئاسة روسيا لمجلس الامن دي كتبة ابريل احنا في شهر ابريل قالك دي كتبة ابريل ابريل فول وانتقاضات كبير جدا السيانة النفسة بتقولك هل يمكن ازالة عضوية روسيا لمجلس الامن ما ينفعش كانت امريكا عمليتها بتعرفش طب هل يجوز منع روسيا من رئاسة مجلس الامن برضو برضو ما ينفعش طب يحصل ايه لو في دورة او كمه لمجلس الامن بوتين عاوز يحضرها وهنا بقى السؤال بوتين عاوز يحضر كمه لمجلس الامن في نيويورك ماصل مجلس الامن ده في نيويورك تابع لامم التحدي ومحكمة الجناية الدولية قلت لك يتقبض عليه طب ازاي ازاي رئيس دولة يرأس مجلس الامن ويطلع له امر اعتقال او يتقبض عليه محا موطوع في تناقض كبير فدي حاجة هامة للغاية اخيرا وليس اخيرا عشان ما طولش على حضرتك دلوقتي عشان بس تعرف التصايد الامريكي رايح فين دلوقتي بتتكلم ان صحيفة اسمها وولستريت جونل وولستريت جونل من اقوى الصحف اللي بتقلش قوي يعني اللي قلتش فيها مقالة مقالتين بس في الاغلب مقالة بتاعتها بتبقى صحيحة والاخبار بتاعتها بتبقى صحيحة ولا كنت بستقرب الصحيفة دي بيجيب مقالتها منين حياني بقى لك المحتوى بتاع مقالة بتاع وستريت جونل ما بيبقاش قوي بس الاخبار اللي فيها عالمية حصرية اتاري الناس دي عندهم مراسلين بيقوموا بعمليات استخباراتية مش مراسلين عاديين يعني ان هو بيبقى على مقربة من صنوع القرار المراسل تاع صحيفة وستريت جونل ده يعني مثلا بيجيبوا اخبار من السعودية من مصر من اوروبا من امريكا ده حتى الصحيفة دي بتطلع باخبار قبل ما الادارة الامريكية تعلن عنها بتقولك ده امريكا هتعلن عن ارسال كازر مثلا روسيا قلقت القبض على مراسل وستريت جونل وقالت عليه متلبس راد هاندد مسكو متلبس بايه قالك والله هي بيقوم بعمليات استخباراتية لصالح الامريكان فمسكو طيب نيروب تامس وهي بتعلق الخبر ده بتقولك على فكرة كل الصحف الغربية اول مقامة الحرب سحبوا مراسلينهم من روسيا معده صحيفة وستريت جونل ليه المراسل ده كان واخد كارني من وزارة الخارجية الروسية ان هو يباشر عمله بس ما قلوش روح الجاسس علينا يعني وزارة الخارجية الروسية قدته كارني ان هو يباشر عمله وضمنت امنه وسلامته وقت الحرب بس ما قلتنوش روح الجاسس علي الجيش الروسي والجاسس علي الكريملين فمسكو طيب ده اول مراسل صحفي يتم اعتقاله منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وهينا انا بتكلم لصحيفة امريكية يعني ممكن يكون اعتقلوا ومراسلين تانية بس انا بتكلم اول مراسل لصحيفة امريكية يتم اعتقاله منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وده اول قضية تجسس كبيرة بين روسيا وامريكا والرجل ده هيتعادل يعني شكله كده وصعب جدا امريكا تفرج عنه صعب فتا تطور لافت امريكان قالك الرجل ده سليم بعمش اي حاجة الروس ابو اضع لي ليه الروس بيقولك والله احنا مسكناه وبيستلم ظرف في معلومات فحطينا قدينا عن موضوع ومسكناه وكان ده كونه قررت محكمة روسية احتجاز مراسل والستريت جورنال الصحفي ايفان جريشكوفيتش لمدة شهرين على دمة التحقيق بتهمة التجسس وخلال محاكمته اكد مراسل والستريت جورنال انه غير مذنب في اتهامات التجسس الموجهة اليه فيما قال محاميه انه منع من دخول قاعة المحكمة والاطلاع على الاتهامات وكانت صحيفة والستريت جورنال نفت بشدة اتهامات موسكو لمراسلها بالتجسس وطالبت بالافراج عنه فورا كده وكده هو تصعيد روسي تجاه امريكا وتصعيد امريكي تجاه روسيا ان امريكا ممكن بالفعل كان بتتجسس عن طريق المراسل ده بس توطر من جديد والحرب مش بين لها نهاية جماعة الحرب مستمرة وما فيش اي حاجة بتدل على ان روسيا عاستوها تفاوض او اوكرانيا عاستوها تفاوض اللي مش شايفين حد دلوقتي اللي اتنين عايزين يطحانوا بعض نشوف الدنيا تمشي ازاي يا رب اكون شرحت لحضراتك الموضوع بشكل مبسط ويا رب انصر مصر رب انصر العرب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين اشتركوا في القناة